السلام عليكم كيف تكونوا كاملين بخير مرحبا بكم في فيديو جديد يالي فيديو ديالي ما غد يكون على الناس لهم درجة شدوا الباك وما قدروش انهم يمشوا مثلا لتخصصوا راهم باغين او لدخلوا مدرسة اللي راهم باغين نظرا اللي ان النقطة ديرو كان طايحة او لسوي كانوا الطالعين نقول لكم انه ما زال قدامكم فرصة اخرى باش تخدموا باش وصلوا للحلم اللي راكم باغين وتخصصوا راكم باغين قبل ما نبدأ نخليكم من الانستغرام ديالي هنا في الجم تابعوني فيه وصولوني في لايك على الاسئلة نحاول ما امكان انا ندير لكم فيديو وطريقة الاسئلة كترحوا عليها في الميساج وكذا متسرش انكم تشاركوا بالقناة فائروا زر جارس باش تصلوا سلبيعات كل مرة اللي حليكم فيديو جديد متسرش خلوا ليوا لايك اقول ليوا كومنتار كي جاتكم الفيديو دبا بلا ما نطول عليكم خلينا نبدأوا في الفيديو انتم سؤالكم جوزين الحوا Testament المنسبة هم بيديو جديدين في هذا العام اللي جديدين يفيدوكم بزايف وصولون تبوي جديدين فرصكم كبيرة 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 بزايف أنكم تقبلوchno FinTechدين في المدرسة اللي راكم باغين مإي XL 1200. هذا الهي جوزين الحوا 스� 날 حانكم ديروا هذا العام يجب عمل تغيير فعال في حياتكم وغاديت تشوفوها في النهاية دي السنة اول حاجة غاديت شدوا الباك ديالكم بالنسبة للنظر اغلبية يكونوا ندفع لباك دياله غاديت ديرو فلا فاك تخصوص اللي راكو بغين يديرو في ديكل مدرسة مثل احد محضر محضر لينساجو لايسكا وضانك اللي عارفين شنة اول ضمن اللي غاديت تخدم ايضا غاديت شد دفع لفاك ديالالإيقونون وغاديت دفع لفاك ديالالإيقونومي تتمشى في المصارى ديال الاقتصاد حينتش رحنا عارفين دكشي عندهم اراها مرتبط ما بضي دونك العام اللي اولانية ديالك غادي تدير كلية الاقتصاد وغادي تتمعلي بالنسبة الناس اللي رون ما غادي تديرو العنجانيو غادي تديرين اي حاجة من هادشي عندكم فلافاك يا غادي تديرو الفيزيك او لا تديرو المات والفيزياء اسوال الرياضيات ان شاء الله غادي تفيدكم مهم في جميع الاحوال غادي تكونوا جا تسافدو بالنسبة وغادي تديرو الثبري دونك اي حاجة ان شاء الله سوف تقرأوها بزاف ديك من رأسها والذي ستخصصكم وستغلوها وخدموها وديرو تتبعوها في لافق في درس التخصص ديكم سوف يدفعوا الباك الحر نعرفوا الباك الحر فالباك الحر يساوي فالباك الحر يعادل الباك العادي اللي يشدو اي واحد بزاف دينات كي بيديو اللا المداريس كي قبلوا هذا وما كي قبلوش الباك الحر اللا المداريس عندهم واحد الحاجة هو انهم كيرضوا البال اللاج متان يقولك السن اه في هات السن الهادك قبلوشتال هات السن كان قبلوشتال هذه السن لو كلكت السن ديك فيه فاتل ديكلاس السعيلي ديال ديال الله فرى مغادش تقبل في المدارات لكن السن ديك اقرر غادت تقبل لنك سواد فاته ب الباك الى لأول باك اللي عادي فرى غادتتدوز سيلكشيون في حالهم وغادتتدوز الكنكور في حالهم لنكم بقواقي الحر فعقل يقول لكم أحقا الباك الحر راحه ممنوا له يلا شدوا البكالورية ديالهم يعني غادي يجيكم سهل كل شي يحفظينه باقي عقلين دكشي ديال الجيهوي باقي عقلين اللي دكشي اللي قرأتو فلسفة كل شي يعني كيتلقى شوي اللي كيلقوا الصعوبة وما اللي كيكونوا دوزوا البكش حال هذي وبغين يديروا البك الحر وكيجيهم شوي هكا حتش كي يكون أغلب ينسايا إما كيكونوا دير شي ضمان نخسالف على الدكشي اللي كان كيقردهم كيضروري الناس كينساو فبالنسبة للناس اللي راهم يلا شدوا البك فهذه غادي تكون حاجة مزيانة لكم حسن الناس اللي را باقي اللي شدوا البك عامين لتلسنين ثم رايك تسترجعوا دكشو غادي تلقاوا بسهولة بسهولة كيرجع لكم المعارف اللي كنتوا أصلا حافظينا هذه حاجة من اللي غادي تكونوا ديرين التخصص زيال لكم في لفك فالغلط اللي ما تديروش الغلط اللي كيديرو أغلب حاجة أنهم كيمشوا ويركزوا مع البك وكينساو الجامعة لأغلبية يعني دي باش كيديروش للحواج كينساو كيخليوا لا فاكتش كيكو ماكيلا غياب سوارة سوار فاليديس أو لا ما فاليديس نكس نكرهنا نفس الحاجة وهذه وكيستهنوا بيا لا خدم في الجامعة في حل راك خدم لها في حل راكم بغي نجيبوا فيها منصور ألاش هاد القادية حيطا جنتوا ما غادي تستفدوا الرأسكم هو اللول غادي تكونوا أنكم كونتوا رأسكم معرفيا ولسوك فهمتوا دروس ديال من بعد الباك فهمتوا شحال من حاجة اللي غادي فيديكم بزاف يعني غادي تكون لديكم واحد لابونتاج بزاف بزاف للنص الأخوارين اللي يلا شدوا الباك حيطاش غادي تكونوا ديجا راكم قريتوش حال من حاجة يعني مابونتيا يعني فجأة تحت لكم مثلا مثلا لكونكو فشتبو تدوزو سوف تلقوا بعض الحاجات سوف تقريشون في العمل والدية لفقوا تحط لكم بغي ما يجيكم ذلك الشي ساهل سوف تخدموا فيه آلاز وما تكون لديكم الصعوبة بحال ما تكون لديكم الصعوبة بالعكس حاولوا تستغلوا هاد القاضية من اللي تكونوا دفعين للجامعة خدموا مزيان خدموا بكل جهد ديكم أطيوها طاقتكم أطيوها خدمتكم جيبوا الانوت اللي راكم بغين هند هذا الشيء را يفيدكم تما هما اللولين ثاني حاجة الحاجة الأخرى اللي هنقول لكم هو مشي عاوسة يعني من اللي تكون ديار الباكليب حلوش الباكليب ما كتمشيش ما كدوش الفوروض ما كدوش حاجة ديكم خلي حتى الاخر ديها اللي عام ونبدأ لا بدأوا المراجعة من دعبة سوف تونتوا ما عندكم دروس عرفين شنو كيت حتى عرفين شنو تابعكم يعني حال بقات لكم هاي مراجعة بقوة لمراجعة دائمة وبالعكس انتم ما غدت بما أنكم فاهمين واحد يعني فاهمين بزاف دي الحويج من الباك فدابة غادي تستغلوا أنكم تقلبوا على حويج خرين جداد مثلا ثمارين خرين جداد فأتمنى خرين عشاني متقدمين هاكا خدموهم خدموهم هاكا باش يكون فرصكم يعني أنكم جيبون اقتارها تكون عالية بزاف هاداش راكم قريتوا الباك ودوغستوه ودستموا الخلاع دياله وعرفتوا اللي الأخطاء اللي يدرتوا ضغط ما غاديش ترتاكبوا نفسها وغادي تخدموهم زيان يعني كما قلت لكم باش تكونوا كادراجعوا الباك الحور بدأوا من اللي الأول ديال العام ماشيت سنة وحتى اللي كربعة شهور ولا تلت شهور اللي عادت بلت زر في زر بيقولوا حقا راها ها كل شي أنا فاهمو لونك ما كي لا عشان بدأ من الضيبار لا بدأ من اللي الأول باش بقى غادي هاكا شوية باش تكون غادي خطوة بخطوة صواء في اللافاك صواء في الباك اللي يبقوا غادي خطوة بخطوة إن شاء الله بتتوصلوا في اللخر وتقوا رأسكم أنكم جبتوا نقطة مزيانة استفدتوا من الجميع دوسوا لكم زيانين وصلتوا لتخصص اللي راكم باغين لونك هادو كيكونوا أهم نصائح بالنسبة للناس اللي راهم ما جابوش تخصص اللي راهم باغين ما جابوش ندرسة اللي راهم باغينة فعرفوا أنا قدامكم واحد الفرصة اللي راها كبيرة بززف بالاكسة يكون لديكم واحد العام لماليء بالحويش بززف اللي غادي تستفدوهم اللي غادي تطوروا بززف ما عريفيني نوش حامل الحاجة وغادي يجيكم إن شاء الله لباك ساهل وغادي توصلوا لتخصص لاركم باغين لونك استغلوا هاد الفرصة ما تخلوش أنا تضغى بين يديكم وإن شاء الله غادي يكون خير هادي هالا فيديو دي اليوم كنتمنى أنا تنال إيجاب ديكم تكونوا خذيتوا بعض النصائح اللي غادي تفيدوكم بززف وما تتساوش أنكم تخلو لي لايب وقليكم ما تحكي جاتكم لعفيديو وش نقطة راحتكم بالنسبة للفيديوهات القادمة إن شاء الله ما تتساوش تابعني على أستغرام خليليكم هنا واشتركوا في القناة وفعلوا زر جرس بيوصلكم تنبيهات كل مرة لحت لكم فيديو جديد نخليكم دابة في المرة الجاية إن شاء الله